السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم حبيبي في قناة مشاهد وطيرها النهاردة بإذن الله معنا فيديو جديد بس طبعا عاوز اقول لكم الكوارث والناس الحسدية ورانا 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 ما بيبطلوش ابدا ومش بيبطلو قر طبعا هتشوفوا اين حصل وهتشوفوا كمان معايا اين جرى للطيور بتاعتي وديت يعني بص عاوز اقول لكم مش المرة التالتة ولا الرابعة لا دي كذا مرة يعني ورا بعض الحاجة كلها كده ها فسبحان الله يعني والله العظيم الواحد معارف يعمل ايه خليكم معايا في الفيديو عشان نشوف اين حصل النهاردة طبعا لسه انا اول مبارح لسه منزل للكو عن البدل اللي تكسر والحاجة اللي تكسرت النهاردة بقى واحد داخل الكاتب لتعليق بيقول لي هو انت اه منتش ملاح قلبطه ولا انت ملاح افراخ ولا انت ملاح قبيل انت 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 شغالين وبتاخدوا وبتكسبوا وبتعملوا وبناخدوا وبنكسب ايه طبعا انا هخش في الموضوع على طول بس طبعا عاوز اقولك لو انت دس اول مرة شوف قناتي يا ريت انزلت تشترك فيها وتفعل الجرس ويا ريت حط لايك للفيديو كدعم منك للقناة بالله عليك وحط لايكو انت بتتفرج على الفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وكل يشوف الفيديو واستفيد وكمان تكون الناس عندها موعزة عندها موعزة باللي بيحصل يا جماعة والله العظيم الناس اللي بتربط طيور انا واحدة من الناس انا اخدتها هواية عن والدت الله يرحمها يعني بصوا يعني انا مش ببيع يعني محدش يفكر ان انا مثلا فتحكة تجارة يعني لأ انا برب الحاجات دي البيتي الاستعمال الشخصي تمام طلع عند فايد ومنش محتاجات بحاول بقدر الامكان ان انا ادل اي حد محتاج الشيء دوت لكن منش فتحكة تجارة تمام كده غير كده كمان الاستاذة اللي داخل مبارحه بيقول لي انت عندك بطو عندك وعندك وعندك يا شيخ ما تطقي ربنا ده انت في رمضان انت في رمضان تطقي ربنا علشان ربنا حتى يعدها معاك كده بالسلامة كفاية قر بقى وكفاية حسد حرم عليك والله العظيم بجد انت بدلا ما تدخل تقول مثلا كل سنة وانت طيبة رمضان كريم تقول اي حاجة تخش تحدف كلام اهو اتفرق تاني يوم حصل ايه شايفين طبعا يعني والله العظيم بجد شايفين المنظر ده الفراخ البلدي بص اكسم بالله العظيم احلى فراخ كانت ببضع عند اكسم بالله بتموت اهي شايفين طبعا دوت يعني لما كنتم ربيها لحاجة من صغراء وهي لسه عمره يوم وتعب معاك وبعد كده يجي واحد بعين اقول ايه بس استغفى الله العظيم يا رب حزب الله وانعمى الوكيل يجي واحد ويقوم ايه الكلمتين كده على الفاضي وعملهم طب ليه حرام عليك انا عملت فيك ايه هو انا باخب من جيبك مثلا انا بصرف عليهم ولا انا باخب من جيبك وبصرف عليهم تبص على الحاجة برك فيها شايفين بص انا اقول لكم حاجة الفرخة اللي ماتت ديت ديت عندها ديت في جسمها سموم الفرخة دي عندها سموم شايفين طبعا العرف بتاعها مزرق ازاي دي عندها سموم تمام الفرخة التانية شايفين متكلة تقريبا فيه فارد دخل او فيه حاجة اهي يعني متكل خالص الدماغ متكل خالص ما نشعارف الله هو اكبر والله العظيم بجد حاجة تتعب الاعصاب لما كنت تعبانة وشقيانة وطفحانة الدم على حاجاتك وبتروح وبتيجي وتعب اعصاب واكل وشرب وبيت وعيال وكل حاجة وتيجي في الاخر واحد يدخل كده ملهوش راحة اللازمة يدخل يديك كلمتون ويخرج طب انت في فئة يعني عايز ازعاف استفادت باي يعني فرحان انت دلوقت كده فرحانة يا قبلة ياللي انت عملت صلاتي الناس علي انا مانش عارفة والله العظيم يا جماعة وحيات ربنا مانعارفة وحيات ربنا مانش عارفة هو في اي يعني احنا في رمضان حاولوا بقدر الامكان كده ان احنا حتى نعد شهر رمضان كده على خير يعني مالوش لزوم انك انت تدخل تقول لي كل دبط كل ده مش عارف اي كل دوت اي مالوش لزوم برك الحاجة وخلاص يا سيدم انت يعني انت مستكتر علي الحاجة ما تروح تعمل اعمل روح يعمل لنفسك روح طلع لي نفسك وبعدين اصلا اللي عندي دوت دوت حاجة انا عايز افهم دوت حاجة ده انت لو عدتهم بالوحدة ما هيطلعوش خمسين بطة ولا خمسين فرخة لو انت عدتهم كده على بعضهم كده والله العظيم ما هيطلعوا العدد ده فيعن حرام عليك التقية ربنا والله العظيم بجد انا عارفة ان في معايا ناس على القناة محترمة جدا 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 والله العظيم كفاية تعليقاتها بس المحترمة كفاية كده يوم ما نزلت الفيديو من الاول مبارح كلهم دخلوا ضعوه وكلهم كانوا وقفين جنب وكانوا سندلي والله العظيم لو هيخشيلي بس تلاتة ولا اثنين ولا واحد حتى على الفيديو بس يكون محترم وكويس وبيدعيلي اقسم بالله عندي بمليون واحد بس طبعا يعني احنا هنقول اي فيه طبعا فيه ناس كده وفيه ناس كده فاحنا بنحاول بقدر يعني بحاول بقدر الامكان ان انا يعني بضغض عن اي حاجة بضغض عن التعليقات اللي هي السيئة التعليق اللي بتلاقيه سيئ دلوقتي معونتش بحطي في دماغي كتيرا او بنزل لكم التعليقات على الفيديو دلوقتي اي تعليق بيجيلي بعمل له حسف وبرايح دماغي بس فيه كلام فيه كلام موحش فيه كلام موحش ما ينفعش ان انت تقوله يعني ليه تقول كلمتين زي دولة زي واحد برضو كان داخلي من فترة او واحدة الله اعلم ما نش عارفة داخلت تقول لي هو انت داخلت سودها على الناس لا اي حبيبتها ومش داخلت سودها على الناس هو انا اللي قلته ما حصلش انا مش يوم ما نزلت الفيديو وقلت البطة هيبقى ب120 جنيه جماعة في رمضان اهو بقى ب140 جنيه وب130 جنيه يعني كمان مش ب120 جنيه يعني ما جزبتش على حضرتك يعني ما جزبتش والله الكلام اللي انا قلته كله حصل والكلام ده كان من قبل رمضان بطرر شهر ولا بربع شهور وما حد استدق الكلام ودينا دلوقت هو قدكو دلوقت وش بدلوقتي بتعانوا من نفس الكلام اللي انا قلته وقلتلك يا جماعة محدش يضحك عليكو يقولكو رب المسكوفي المسكوفي علشان تربي بتك هيتخرب في الوقت الحالي المسكوفي عشان تربي بط مسكوفي بيتك هيتخرب في الوقت الحالي احلى تربية دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه البط البلدي البط البلدي انها يا جماعة البط المرجان البلدي اللي ما بيزاتش عن 3 كيلو والنتايب بتاعته ما بيزاتش عن كيلو ونص كيلو وربع طبعا انت عاوزة بقت ربي مسكوفي عاوزة ربي اللي هو الفرنسا والبيورد ده انا عمره في حياتي ما جبته ربي انت حرة ربي انت حرة بس الحاجات ده حبيبتي بتاكل لازمة تاكل نسبة علف علشان دي التسمين مهاش زي البط البلدي بتاعنا اللي هو الصافي مهاش زي البط البلدي بتاعنا الصافي البط بتاعنا البلدي الصافي لو انت رموته اللقمة تعيش هيكلها والحمد لله هيبص ايدي ووشه وضهره وهيعم معاك ومش هيدبح قبل 6 شهور قبل 6 شهور مش هيدبح بصوا انا والله العظيم انا بتكلم في عصبية يعني بصوا يعني متعصبة جدا جدا بس الحمد لله والله العظيم بجد الحمد لله محدش يزعى من كلامة جماعنا عارفة ان فيه ناس هتتقبل كلامي دوت وفيه ناس مش هتتقبل كلامي بس بجد والله العظيم يعني انا ما بعملش حاجة وحشة في حد وما بقزش حد وما ليش دعوة باي حد انا عايشة كده بدماغي مع نفسي بحياتي كده فلو سمحتي تدخل عند القناة او انت تدخل عند القناة عندك تعليق كويس تكتبهولي ممكن شجعيني على الاقل شجعيني ما عندكش تعليق ما تكتبيش انا ما برغمش حد ان هو يشترك عنده والله العظيم وكمان في نفس الوقت ما برغمش حد ان هو يدخل يشترك عندي او ان هو يحط له لك ومش عاجبك الفيديو ما تحطيش والله العظيم انا مش هزعل انا كفاية علي الناس المحترمة اللي معايا كفاية كفاية علي اوه 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 كده الناس اللي بتدخل تدعيلي كده وتتكلم معايا وتخش تسألني ببقى فرحانة جدا والله العظيم حتى لو عدد المشاهدات عنده قليلة ما فيش عنده اي مشكلة الحمد لله باحمد ربنا والله العظيم احنا لازمنا نحمد ربنا على الحاجة الحلوة وعلى الحاجة الوحشة والحمد لله انا والله العظيم راضية والله العظيم أنا راضية بس طبعا يعني ربنا يبقى لعننا الناس اللي هي ظنها وحش فينا الناس اللي هي السوق الناس اللي ما بترعيش ربنا الناس اللي لسانها عامل زي السم يعني بيبقى ساعات اللسان كانت زمان والدت الله رحمها كانت تقولي اللسان بيطلع سم حتى لو انت بتقولي كين ببدون قصد أو بتتكلمها عادي ممكن سم اللسان يطلع في الحاجة اللي انت بتتكلمي فيها فاخدوا بالك يا جماعة مش شرط ان انتوا تعملوا معينة بس كده انت ممكن تعملوا الاقرب حد لكم كده ممكن تكون قاعة بتتكلم مع اختك مع عمك مع ابوك مع اخوك مع اي حد مع بنتك مع ابنك تقولوا اي كلمة كده بعفوية سمها يطلع وفعلا يحصل فيها يحصل الكلام اللي انت قلته فبلاش يا جماعة